تم شاهدين ما بين إلغاء مظاهر الاحتفالات أو فرط قيود صارمة عليها بسبب جائحة كورونا يستعد العالم لاستقبال العام الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة حرصت بذلك دول كثيرة في العالم على تشجيد القيود في مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا وهو ما أربك احتفالات العام الجديد للعام الثاني على التوالي فيما فرضت الدول التي تفادت الإغلاق حرصا عن الاقتصاد فرضت إجراءات تحد من الطاقة الاستيعابية في أماكن إقامة الحفلات يستعد العالم لاستقبال عام 2022 في ظروف غير عادية نظرا للظروف الصحية الناجمة عن وباء كورونا ومتحوراته سريعة الانتشار فما بين تجديد القيود وفرض الإجراءات الصحية وتحديد الطاقة الاستيعابية ينطلق عام 2022 استراليا باعتبارها أول المحتفلين بالعام الجديد احتشد جموع من المواطنين والسياح في ميناء سيدني لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة مع التزامهم بالكمامات والمحافظة على التباعد البدني خاصة مع تشجيع الحكومة على عدم تفويت الاحتفالات على الرغم من العدد القياسي لحالات كوفيد 19 وللسنة الثانية على التوالي تلقي الجائحة بظلالها على احتفالات ميدان التايمز بنيويورك الشهيرة التي كانت تجذب عادة حشودا كبيرة وستنظم فعالية ترفيهية تستمر لساعات حتى انزال الكرة العملاقة عند منتصف الليل مع بدء العام الجديد وللحفاظ على التباعد الاجتماعي ستسمح المدينة هذا العام بدخول حوالي ثلث عدد المحتفلين المحتاد إلى عشرات المناطق المخصصة لمتابعة الاحتفال والمحاطة بحواجز كما سيتعين على الحضور إظهار ما يثبت تلقيهم تطعيما كاملا مع وضع الكمامات وإلى لندن تحديدا ساعة بيكبين الشهيرة التي تم اختبارها قبل الاحتفالات لتدقى أجراسها الأولى من العام الجديد مع إلغاء عرض الألعاب النارية والحفل الموسيقي التقليدي الذي عادة ما يجذب الآلاف من الناس إلى الشوارع